موجز الثانية صباحا من أولايف وشهدين كرام السلام عليكم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التحية للمرأة المصرية باعتبارها شريكا أساسيا في التنمية ووصفها بأنها صمام الأمان للشعب والدولة المصرية جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لأعضاء المجلس القومي للمرأة والذي يأتي تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة وبحث الرئيس خلال لقاء أبرز القضايا التي تهم المرأة المصرية حيث أعرب عن دعمه للمجلس وأنشطته استعرض بجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي تصميمات الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة وقال وزير الإسكان مصطفى مدبولي أن الهيئة الهلندسية استتولى الإشراف الفني على الحي الذي تصل قدرته الاستيعابية إلى ثمانين ألف موظف ويضم الوزرات وحي المال والأعمال ومبنيي مجلسي النواب والوزراء صرح مسؤول مركز الإعلام الأمني بانفجار عبوة ناسفة سدفت قولا أمني أثناء مروره بشارع السيوت الدائري أو بشارع السيوت دائرة قسم ثالث العريش وأصفر الانفجار عن استشهاد العقيد ياسر محمد منير الحديد من قوة قطاع مصلحة الأمن العام وإصابة ضابط وفرد ومجند من قوة مدرية أمن شمال سيناء هذا وانتقلت القوات إلى محل الوقاعة وتم فرد كردون أمني وتمشيط المنطقة من أخبارنا العالمية قال مسؤولون أمريكيون وعراقيون أنهم يعتقدون أن زعيم داعش أبو بكر البغداد قد ترك مدينة الموصل للمقاتلين المقربين منها وأنه يختبئ الآن في الصحراء حيث يتركز اهتمامه على البقاء على قيد الحياة وترجح المصادر أن غياب بيانات التنظيم وفقدان السيطرة على مناطق كبيرة بمدينة الموصل يحيان بأن البغداد قد فر منها نجحت قوات سوريا الديمقراطية في الدخول إلى مدينة الرقاء أهم معاقل تنظيم داعش الإهلابي في سوريا وتمكنت من تحرير تلة منخر الاستراتيجية في شرقي المدينة بعد معارك عنيفة مع التنظيم أما في دير الزور فقد أصيب 25 شخصا بجروح معظمهم من الأطفال جراء استهداف عناصر من داعش للمدينة بالقضائف الصاروخية والهارب ختم هذا الموجة شكرا